اشتركوا في القناة يعني في الشوت الأول طلع الجيش يقدم كرة كويسة بمعنى أنه كان الطلع الجيش يلعب عارف عايز إيه من المباراة بعكس الاتحاد الاتحاد الشوت الأول كان يلعب من غير الدفاع عشان كده كان سهل جدا أنه هو بيوصل من 3-4 هجمات جاب هدفين ورغم من الاستحواز والسيطرة وكرة الروكنية ده في المباراة النهاردة ريكورد كبير جدا 18 ضربة ركنية في المباراة لصالح الاتحاد ورغم من الاستحواز والسيطرة وما قدرش الاتحاد يجيب هدفين إن مشكلة الاتحاد النهاردة ما كانش عنده مهاجم ودي مشكلة كبيرة جدا مهاجم صريح يكون حافظة الـ 18 تشتغل إزاي في سنة